الدرويش في مصر مين تشوف أنه من أبرز الدرويش الطيبين في مصر واللي كان له أثر طيب على الناس بعض الضيوف قالوا مولانا الشيخ الشعروي رحمه الله البعض تحدث عن الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله قالوا ده يعني دول مدارس الدرويش الكدرة بعض ذكر أقطاب الصوفية في مصر وقالوا دول درويش الكبار ابن عطاء الله السكنداري لكن بتشوف الدكتور عمرو رداني بيشوف مين تاني يمكن حتى لو بصيت حواليك أو في الأقدم شوية من رموز الدرويش في مصر أنا شخص شويتين ثلاثة ومعيني أنا تربية مشايخ لكن أنا شوية عندي أهم الدرويش هم الدرويش اللي هم مين الدرويش بقى مين كلمة درويش أصلا هي كلمة غير عربية وتم تعريبها وهي فيه ركن بتتكلم عن ركن من أركان قلب العبد لله الركن اللي في قلب العبد لله هو الافتقار إن هو فقير ولذلك كان يسمي الصوفية أنفسهم الفقراء تحقيقاً لقولي تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء وإلى الله ونعم بالله فالفقر ده جزء منه فالدرويش هو الفقير ففكرة إن الدرويش مش هو الفقير الذي لا يملك المال ولكن الدرويش الذي يتلزز بأنه مملوه وذلك لما ابتحدكم تتكلم عن مملكة الدرويش هي مملكة من؟ مملكة الله منعم لهؤلاء الدرويش لهؤلاء الفقراء ففكرة مفهوم الدرويش بمعنى الفقير هو مفهوم مركزي في حياة الناس وهذا أنا أحب جداً 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 الناس اللي هي في الحقيقة إن الناس بتتكلم عنهم ودولة كتير جداً جداً كان يقول المصالين بيكملوا عشاءهم نوم لا المصالين كانوا بيكملوا عشاءهم رضا هم دولة الدرويش العقيقيين هم دولة اللي إحنا نستطيع إن إحنا نروح لحد طيب ونقول له دعيلي والشخص دوت اللي موجود في كل المهن اللي إحنا في بعض الأحيان بنحتاج لها اللي بشوفه ويبقى عنه بتتراغرغ بالدموع لما يحس إن ربنا فرج عنه هو ده الدرويش رقيق القلب في اللحظة دي في اللحظة دي تمسك إن هو يدعو لك ده اللي اتعلمته من مشايخ طبعاً إحنا مشايخنا كلهم اللي حضرتك تفضلت تكلمت عنهم والذين قدموا إلى مصر فتمسروا ولازم نعرف إن التصوف حتى لما يجيب في مصر تمسر وإحنا عندنا بيقول اللي يتمسر يتبصر وحتى الشاعر العراق الجواهير يقول وكل شيء إذا جاء مصر يتمسروا فهو في الحقيقة سيدي أبو العباس المرسي وكل هؤلاء كانوا من الذين سيدي علي وفا وكل هؤلاء الناس كلهم كانوا من الأنوار لكن كما إن هناك ملح للأرض فهناك أيضاً أنوار الأرض أنوار الأرض هؤلاء الناس اللي احنا سعيد بنسميهم غلابة هم مش غلابة هم فقرة وهم دولا ربنا جعلهم عشان إحنا نتعلم الفقر لله